نقائص بالجملة هي التي يطالب بها سكان قرية إغيلوز جاغا الواقع بأعالي جبل تيمزيرت في بومردس فلا إنارات تضيء دربهم ولا شبكة غاز طبيعي يقون بها أنفسهم برد الشتاء في منطقة تعرف ظروف مناخية جد قاسية وأكبر ومهزلة بالمنطقة تزويد سكانها بالماء الشروب مرة كل أربعين يوما شرب مكاش ملعدهم أصليا الغاز نعمره هكذا ملعين البعيد بعدها الشراء والغاز كل يشري وصار جتال مية وخمسين ألف يعني يعانا حقيقية وبالغاز كيف كيف وحنا لما مكاش كل أربع شهور باش يطلقون الماء مكاش وكي يطلقون الماء الجيمين بنفس الساعة يروح من جهته رئيسه البلدية الذي لم ينكر واقع القرية أكد في حدثه للبلاد أن جل طلبات خارج عن صلاحيته مضيفا أنه برمج عدة مشاريع تنموية خاصة بالقرية من شعالات التي طرحها السكان قرية أعفير عزنا وهم على حق ومشكل بلدية المزرد بكميلها وهو مشكل مياه الصالحة لشرب هذا ويبقى أمله سكان قرية إغيل أزقاغ هو تزويدهم بالماء الشروب على الأقل مرة كل عشرة أيام ترجمة نانسي قنقر